والميتوكوندريا هي عبارة عن عضيات غشائية على شكل أكياس دور الميتوكوندريا هو إنتاج الطاقة في الخلية يعني الخلية علشان تقوم بوظيفها الحيوية والعضيات اللي جواها برضو علشان تقوم بوظيفتها محتاجين لطاقة الطاقة دي بيتم إنتاجها في الخلية من خلال الميتوكوندريا علشان كده اسمع بيت الطاقة في الخلية أو مصنع الطاقة في الخلية عملية إنتاج الطاقة اسمها التنفس الخلوي التنفس لأن الميتوكوندريا بتاخد أكسوجين واتطلع سانيوكسيد الكربون وأثناء التنفس الخلوي بيتم أكسادة الجلوكوز فبتتكسر الروابط بين زرات الجلوكوز وتخرج طاقة يبقى اللي بيحصل في الميتوكوندريا هو إنها بتاخد أكسوجين زائد جلوكوز يعني بيحصل أكسادة للجلوكوز وبتطلع سانيوكسيد الكربون وطاقة بيتم تخزين الطاقة دي في صورة مركبات اسمها ATB وA هو اختصار لكلمة أدينوزين وT هو اختصار لكلمة تراي يعني 3 والB هو اختصار للفوسفات فيبقى الATB اسمه أدينوزين سلاسي الفوسفات ويبقى الATB هو عملة الطاقة في الخلية والميتوكوندريا هو مصنع الطاقة في الخلية وعملية التنفس الخلوي اللي بتحصل داخل الميتوكوندريا هو عبارة عن تفاعل كيميائي علشان يتم محتاجين لأكسوجين وغولوكوز وإنزيمات بتحفز التفاعل علشان كده الميتوكوندريا هي المستودع الرئيسي أو الأساسي لإنزيمات التنفس في الخلية اللي بتحفز تفاعل التنفس الخلوي الميتوكوندريا بتتكون من غشائين غشاء خارجي عادي خالص وغشاء داخلي في مجموعة من التنيات اسمها الأعراف داخل الأعراف بيكون في حشوة الميتوكوندريا الداخلية ووظيفة الأعراف اللي بتكون موجودة في الغشاء الداخلي هو إنها بتزود من مساحة سطح الغشاء اللي بيتم فيه التفاعلات الكيميائية وبالتالي بتنتي كمية طاقة أكتر فتبع العلاقة ما بين عدد الأعراف أو التنيات الموجودة داخل الميتوكوندريا في الغشاء الداخلي وبين عدد جزيئات الـ ATP اللي بيتم ينتجها من الميتوكوندريا علاقة طردية يعني كل ما يزيد عدد الأعراف في الميتوكوندريا كل ما تزيد كمية الطاقة النتجة بتتواجد الميتوكوندريا بكسرة في الخلايا اللي بتحتاج كميات كبيرة من الطاقة وأكتر خلايا الجسم بتحتاج لطاقة هي خلايا العضلات علشان كده بيزيد تواجد الميتوكوندريا في خلايا العضلات نيجي بعد كده للفجوات والفجوات هي عبارة عن أكياس غشائية شبه الفقاعات مليانة بالسوائل وبنتظر من خلال الفجوات نميز ما بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية لأن الفجوات في الخلايا الحيوانية بتكون عبارة عن فقاعات عددها كتير وحجمها صغير ولكن في الخلايا النباتية بتكون فجوة واحدة كبيرة أو ممكن تكون أكتر من واحدة اسمع الفجوة العصارية والفجوة العصارية بتشغل حيز كبير من الخلية النباتية ووظيفة الفجوات هو تخزين الماء والمواد الغزائية أو تخزين فضلات الخلية لحين التخلص منها فاضل كده آخر عضي في الخلية وهو البلاستيدات والبلاستيدات هي عبارة عن عضيات غشائية متنوعة الأشكال وبتكون ربودة في الخلايا النباتية فقط وبيتم تقسيم البلاستيدات إلى ثلاث أنواع النوع الأول اسمه البلاستيدات البيضة أو عديمة اللون واللي بيطلق عليها اسم النيكو بلاست والنوع الثاني هي البلاستيدات الملونة واللي اسمها كورومو بلاست والنوع الثالث هو البلاستيدات الخضرة واللي اسمها كولورو بلاست النيكو بلاست أو البلاستيدات البيضة ما بيكونش فيها أي نوع من الصبغات علشان كده بيكون لونها أبيض ووظفتها هو إنها بتعمل كمراكز لتخزين النشا وبتتواجد البلاستيدات البيضة في خلايا جدر البطاطا ودرنة البطاطس وأوراق الكوروم الداخلية إنما البلاستيدات الملونة أو الكورومو بلاست اللي بيخليها ملونة هو إنها بتحتوي على صبغات الكاروتين وصبغات الكاروتين بيتباين لونها ما بين الأحمر والأصفر والبرتقالي ودرجاتهم ووظيفة السبغات الملونة هو إنها بتدي للنبات أو جزء منه لون مميز خاص به وبتكون موجودة في جدور بعض النباتات زي مثلاً الليفت وبتكون برضو موجودة في بيتلات الأزهار وبعض السمار زي الطماطم وغيرها إنما البلاستيدات الخضرة أو الكولوروبلاست بتحتوي على سبغة خضرة اسمها الكولوروفيل وظيفة البلاستيدات الخضرة هو إن بيتم فيها عملية البناء الضوئي بحيث إن سبغة الكولوروفيل اللي بتكون موجودة في البلاستيدات الخضرة بتحول الطاقة الضوئية اللي بتمتصاع من الشمس إلى طاقة كيميائية بيتم تخزينها في الروابط الكيميائية لسكر الجلوكوز وبتتواجد البلاستيدات الخضرة في أوراق وسيقان النباتات الخضرة زي مثلاً الملوخية وغيرها البلاستيدة الخضرة بتتكون من غلاف خارجي مزدوك وحشوة داخلية اسمها السيترومة وطبقات مترصة من الأقشية الداخلية على هيئة صفايح بتشكل كل مجموعة منها حاجة اسمها الجرانا ودي بتكون موجودة داخل السيترومة والنباتات الخضرة بتتميز بأنها ذاتية التغذية يعني بتصنع غزاها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي زي ما قلنا الكولوروفيل الموجود في البلاستيدة الخضرة بيمتص الطاقة الضوئية وبيحولها إلى طاقة كيميائية فتستخدمها البلاستيدات في بناء الجلوكوز واللي هو بيكون غزاء النبات بيبقى العضي اللي بيحصل فيه تحويل الطاقة من صورة للتانية هو البلاستيدة الخضرة والبلاستيدات الخضرة بتبقى متعكسة في وظيفتها مع الميتوكوندريا بحيث أن التفاعل اللي بيحصل في البلاستيدة الخضرة هو تفاعل بناء بيتم فيه استهلاك طاقة علشان تبني المواد الغزائية اللي هو الجلوكوز على عكس التفاعل اللي بيحصل في الميتوكوندريا اللي هو تفاعل هدم واللي بيتم فيه هدم الجلوكوز أو أجسادة الجلوكوز لإنتاج الطاقة يعني بيتم هدم المواد الغزائية لاستخلاص الطاقة منها وكده نبقى خلاص لتركيب الخلية لو أعجبكم الفيديو تنسوش تعقلوا لايك تشتركوا في القناة تفاعلوا جرس الإشارات علشان الفيديوهات اللي بعد كده وتشيروا الفيديوهات مع أصحابكم علشان الكل يستفيد سامبينين كمعك